اشتركوا في القناة 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 يعني الزاوية دي رأسها واو الواو ألف ده هنقول عليه ده اللي ابتدائي فبنخليه يمشي مع الاتجاه المجبله إيه لمحور السنين والواو بيبقى ده ممكن يبقى موجود هنا ممكن موجود في أي حتة في المستوى ده يعني دلوقتي نقول الزاوية فاضي أكياسي إمتى لو تحقق شرطين أول شرط أن يكون رأس الزاوية هو نقطة الأصل اللي هو هنا نقطة واو تاني شرط أن يكون دلعه اللي ابتدائي ينطبق على الجزء الموجب لمحور السنين يعني هنا الدلع اللي بتاقي اسمه إيه واو ألف والدلع النهائي اسمه إيه واو بي كويس تعال بقى نشوف يعني إيه قياس موجب ويعني إيه قياس إيه سالب بص المثال ده هيوضح لي يعني إيه قياس موجب ويعني إيه قياس سالب لو أنا دزمت زاوية زي ألف واو بيه كده ده اسمه وضع قياسي نقطة واو هي رأس الزاوية لو أنا تخيلت أن فيه بنت وقفة في البداية عند نقطة ألف وببسط بعد شوية لقيتها وقفة عند نقطة ده البنت دي عشان توصل من ألف لبيه قدامها طريقين إما تمشي عكس عقارب الساعة فنقول إن هي عاملة زاوية موجبه أو لو هي بنت متعبة شوية تمشي في الاتجاه اللي مع الساعة شايف الخط المنقض ده البنت تحركت كده 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 لغاية مهزة نقطة به يعني هي بدأت من عند ألف وانتهت لعندي به نقول كده بقى عملت إيه؟ عملت قياس سالب لو مشت في الاتجاه اللي عكس الساعة يبقى عملت ستين درجة موجبه لو مشت في عكس مع الساعة زي ما مشت على الخط المقطع ده كده الخط الجميل ده كده هي مشت مع الساعة فكده نقول عليها مشت سالب تلتمية مش فاهم يعني البنت اللي وقفة عند ألف ممكن تيجي عندي به بطريقتين إما تمشي عكس الساعة فنقول عليها مشت ستين درجة أو مشت مع الساعة نقول مشت سالب تلتمية جبتها منين سالب تلتمية دي؟ أنا عارف إن دارة كلها 360 إيه درجة يبقى هي لو مشت في الموجب 60 يبقى مشت في الاتجاه السالب قد إيه سالب 300 نلاحظ إيه بقى من أول النهاردة حاب أقولك إن في حاجة اسمها قياس موجب وقياس سالب لنفس الزاوية لو ركزنا كويس هتلاقي لازم يكون مجموعة الزاوية دي اللي هو القياس الموجب والقيمة المطلقة للقياس السالب مجموحهم مع بعض 360 إيه درجة يعني أدأ أقولك لاحظ إن أي زاوية لها إيه قياسين أحدهم موجب والآخر إيه سالب طيب تيجي نتكلم ونشوف نقوله المحاور بتاعتنا اللي هي محور السنات والصداط بتقسم المستوى إلى إيه قال المحاور بتاعتنا بتقسم المستوى إلى أربع مناطق بص كده دلوقتي لو أنا عملت محور السنات ومحور الصداط الزاوية الزاوية ما بين السفر لغاية 90 درجة نقول على الزاوية كده اللي قياسها ما بين السفر والتسعين نقول على الزاوية دي تقع في الربع الأول الزاوية من التسعين إلى مية وتمانين المحصورة ما بين التسعين والمية وتمانين أقول له تقع في الربع الايه التاني مش فاهم يعني قلت لك زاوية 70 درجة السبعين دي ما بين السفر و تسعين يومي أقولي السبعين دي فين في الربع الأول طيب قلت لك زاوية 100 المية دي محصورة ما بين التسعين والمية و تمانين يبقى قولك المية زاوية اللي قياسها 100 تقع في الربع الثاني وبنفس الطريقة الزاوية اللي تقع قياسها ما بين المية و تمانين والميتين و سبعين أقولك تقع في الربع الثالث تقدر تقول زاوية تقع في الربع الثالث اه تمام اي زاوية اكتر من 180 واقل من 270 يعني لو قلت 200 في الربع الثالث 110 في الربع الثالث 260 في الربع الثالث وما للربع الرابع بقى زاوية محصرة ما بين كم وكام ما بين ال 270 درجة وال 360 درجة اسميها زاوية في الربع الرابع يعني زي ايه مثلا الزاوية اللي قياسها 300 تقع في الربع الرابع طب بص كده معي البنت اللي كانت وقفة عند الزاوية سفر وبدأت تلف لفها لغاية هنا تسعين جات لغاية هنا مية وتمانين جات لغاية هنا ميتين وسبعين جات لغاية هنا 360 ال 360 دي ودتك نفس المكان بتاع السفر ولا ودتني قال لي اقول ساعتها ايه ال 360 تكافئ السفر بس العلمة دي قصدتك انه وقدينا الطابق تتطبق لما يكون بين مسلسين مسلس يتطبق مسلسة لكن لما اتكلم على زاوية تكافئ زاوية بقولك ال 360 تكافئ السفر يعني ايه تكافئ؟ يعني توديك نفس المكان طيب تعالا نشوف كده المثال ده بيقولي ايه المثال؟ بيقولي اكمل كل مما يأتي اول واحدة بيقول القياس الموجب للزاوية التي قياسها سالب مية يعني انا عايز دلوقتي اعرف انت قلتلي ان اي زاوية لها كم قياس اثنين واحدة موجب واحد سالب طب انا قلتلك زاوية قياسها سالب مية تعرف تقولي القياس الموجب بتاعها كم؟ اه انا لو فكرت شوية كده هقولك ايه؟ بقيت الدايرة طب ما بدل نفكر كده هقولك ايه؟ لما تديك زاوية سالبة قياسها سالب وعايز تعرف الكياس الموجب اجمع عليها تلتمية وستين اللي هي بقيت ال ايه؟ الدايرة بعدها يبنى لو انا قلت الوقتي سالب مية وعايز الكياس الموجب بتاعها هقول له سالب مية حجم عليها تلتمية و ايه؟ وستين يوم يطلع مئتين وستين درجة بالموجب يعني لو فيه ولد بلف زاوية قياسها سالب مية كأنه لف زاوية قياسها موجب متين و ايه؟ وستين يبقى خلاص تلكلام لما تديك زاوية سالبة قياسها سالب وعايز الكياس الموجب اعمل ايه؟ تمام اجمع عليها تلتمية و ايه؟ وستين طب هي المتين وستين الموجبة دي تقع فعال روبع استنى ده المتين وستين دي محصورة ما بين المية وتمانين والمتين وسبعين يبقى المتين وستين تقع فعين ربع تمام في الربع التالت يبقى دلوقتي اقول له الزوية كياسها المتين وستين ده الموجب وتقع في الربع التالت يعني يا استاذ دلوقتي اسألك سؤال الزوية لكياسها سالب مية تقع فعين ربع الله ما انا قلتلك السالب مية ده هو بيكافي او هو الموجب بتاعها المتين وستين يعني المتين وستين توديك نفس المكان اللي حتوديك في الزوية لكياسها سالب مية الـ 260 تقع في الربع الثالث يبقى الزاوية لكياسها سالب 100 في الربع الثالث تمام تيجي نشوف المثال اللي بعده هيوضح أكتر بيقول إيه في المثال ده بيقول لكياس السالب للزاوية لكياسها 60 در يعني لو واحد لف بالموجة بـ 60 يلف بالسالب قدي إيه عشان أعرف اللي بالسالب أطرح منها 300 وإيه و60 يعني أقول له كده الزاوية لكياسها 60 درجة لما حب أجيب الكياس السالب بتاعها أطرح منها 360 يطلع سالب إيه 300 طب تقع في الربع لما جاءتكلم تقع في الربع دايما بيبص على الموجة عشان يبقى أسهل هي الـ 60 تقع في الربع هذا الـ 60 محصورة ما بين السفر والتسعين يبقى الـ 60 تقع في الربع الأول يبقى الزاوية لكياسها 60 درجة الكياس السالب بتاعها سالب 300 وتقع في الربع الأول تمام؟ تمام تعال نشوف بقى ملحوظة مهمة جدا يعني إيه زاوية متكفة؟ يعني إيه زاوية متكفة؟ تعال نشوف يعني إيه زاوية متكفة؟ لو أنا رسمت رسمة زي دي كده وقلت الزاوية اللي اسمها ألف وواو بي 60 درجة يبقى معناها البنت اتحركت من ألف عكس اتجاه عقار بالساعة وجات عند بيه يبقى عاملة زاوية مجابة 60 درجة طب لو البنت دي بعد ما جات عند نقطة بيه دي مش مرتاحة عايزة تلف لفة كمان طب لفة هنلفة على الخط المنور ده المقطع ده اللي باللون الأغدر ده عاملين نلف اللف 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 جات وقفتين؟ هي البنت كده عملت إيه؟ بعد ما كانت وقفة عند الستين درجة لفة لفة كملة كمان يعني الستين دي حنجمع عليها 360 تطلع ربعمية وإيه؟ وعشرين إيه ده يا أستاذ؟ هو فيه زاوية اسمها ربعمية وعشرين؟ آه مع عشان كده اخدنا زاوية موجهة إنه ممكن زاوية تكبر براحيطها بقى كل ما تلف تعمل زاوية جديدة بتكافئها يعني إيه بتكافئها؟ يعني توديك نفس المكان يعني البنت الأول اللي اتحركت من ألف لبه دي ماشي ستين درجة موجهة لو جات من عندي به لفة لفة كملة كمان يبقى أنا حجمها عليها 360 ستين زاوية 360 يطلع كام؟ يطلع ربعمية وعشرين يبقى البنت اللي مشيت ربعمية وعشرين درجة هي هي البنت اللي مشيت ستين درجة يومي أقول إيه؟ الستين درجة تكافئ الربعمية وعشرين يعني إيه تكافئها؟ يعني توديك نفس المكان يعني ستين درجة في الربع الأول والربعمية وعشرين في الربع الأول طيب لو البنت دي خدت بعضها وراح تلفت لفة كمان تعال يا ست لفت لفة كمان مع الخط ده كده يعني حجمها 360 على الربعمية وعشرين يوم تطلع سبعمية وثمانين يبقى البنت لو لفت سبعمية وثمانين درجة هي هي لو كانت مشيت ربعمية وعشرين درجة هي هي لو مشيت ستين درجة يبقى أقول على الستين درجة تكافئ الربعمية وعشرين تكافئ السبعمية وإيه وتمانين يعني إيه تكافئها؟ يعني توديك نفس المكان بصفة عامة بقى لو أنا عندي زاوية اسمها قياسها سيتا وعايز زاوية اللي بتكافئها أي زاوية قياسها سيتا وعايز اللي تكافئها أجمع عليها 360 مر مرتين ثلاثة أربعة طيب أنا ممكن أكتبك بقى إيه؟ سيتا زائد 360 نون النون دي النون دي عدد ينتمي لأعداد الصحيح يعني لو النون بواحد يبقى البنت لفت لفة واحدة لو النون باتنين تبقى لفت لفتين لو النون بتلاتة لفت تلات لفتين مش فهم أهو يا أستاذ طب تعالى نشوف المثال ده حيفهمني أنا عايز أقول إيه؟ بيقول إيه المثال ده؟ بيقول لي الزاوية اللي قياسها 140 درجة تكافئ زاوية قياسها كم؟ خد بالك عشان تكافئ زاوية تانية يبقى أجمع عليها 360 أو أطرح منها 360 يبقى لو جمعت عليها 360 بجيب زاوية تكافئها كل ما أجمع عليها 360 تجيب زاوية بتكافئها يعني أقول له بداية الحل بتاعتي الزاوية اللي اسمها 140 درجة دي حتكافئ إيه؟ المية واربعين لما أجمع عليها 360 تطلع كام؟ لو عايز زاوية تانية اجمع على الـ 500 360 لو عايز زاوية تالتة اجمع على الناتج 360 كل ما تجمع 360 كل ما يطلع لك زاوية بتكافئها يبقى أقول لك دلوقتي الـ 140 تكافئ ذاوية قياسها كام؟ 500 طب تقع فأنا ربع طب وانا هدوع على الـ 500 ولا الـ 140 ما هدول متكافئتين يا أستاذ يعني الاتنين نفس المكان طب هي الـ 140 فأنا ربع الـ 140 في الربع التاني ليه في الربع التاني؟ عشان محصورة ما بين التسعين والمية وتمانين يبقى أقول لك دلوقتي الإجابة الأخيرة إن الـ 140 تكافئ الـ 500 وتقع في الربع الايه؟ الاول تمام كده؟ تعال نشوف مثال كمان بيقول ايه في المثال ده؟ بيقول لي الزاوية اللي قياسها سالب ألف تقع فأنا ربع نحن نتفع على المبدأ بقى أي زاوية عايز تعرف هي تقع فأنا ربع هاتها بحيث تكون قياسها موجب وبعد كده أبدأ أشوفها يا فأنا ربع وخب بالك كمان لديم تكون في ملعبك ملعبك أخرة 360 يبقى الربع بتاعتنا أربعة تربع بتاعنا اللي هو الربع الأول التاني التالي الرابع أخرة 360 درجة طب السالب ألف دي أعمل فيها إيه؟ الأول عايزة أخليها موجبا تفتكري أعمل إيه؟ صح جد حجمة عليها 360 يبقى السالب ألف حتكافئ الزاوية اللي اسمها سالب ألف زائد 360 طب لو أنا قلت سالب ألف زائد 360 يطلع 640 بالسالب الله دي لسه سالبة يبقى مش حاضر أحكم عليها دلوقتي طب أعمل فيها إيه؟ أجمع عليها تاني 360 يبقى السالب 640 لما أجمع عليها 360 تطلع سالب 180 دي بتكافئها طب ما هلسه في السالب يا أستاذ؟ خلاص اجمع تاني 360 الله دي سالة 80 كفاية كده طالما سالة موجبة يبقى أنا حقدر أحكم عليها في أين ربع طب تفتكر التمانين دي في أين ربع يا أستاذ؟ طبعا في الربع الأول ليه في الربع الأول؟ عشان هي أكبر من السفر وأقل من 90 درجة يبقى تقع في الربع الأول يبقى أي زاوية سالبة وعايز تقع في أين ربع لدي من الأول يخليها مجابة ولما أجيب الزاوية المجابة أبدأ أقول له هي أفاين ربع كويس تعال نشوف مثال كمان بيقول إيه في المثال ده؟ بيقول الزاوية لقياسها تمنمية وستين درجة تقع في أين ربع طب ما هي مجابة يا أستاذ؟ هي هو حلوة؟ لا هي مجابة آه بس مش حلوة ليه مش حلوة؟ دي خرج عن الملعب بتاعنا الملعب بتاعنا أخره كام يا شباب؟ تلتمية وستين يعني زاوية كبيرة فأنا عايز أجيب زاوية بالكافيها وتكون قياسها أقل من تمنمية وستين يبقى أنا كبيرة قوي دي أعمل فيها إيه؟ أطرح منها تلتمية وستين يعني أقوله ببداية الحل التمنمية وستين درجة هطرح منها تلتمية وستين كان هيطلع لسه بالسالب يبقى ممكن أقوله إيه؟ وكمان تلتمية وستين كلمة وكمان دي يعني تلتمية وستين مرتين تلعب الموجب يعني لو طرحت تلتمية وستين واحدة كان هيطلع لسه قياس أكبر من تلتمية وستين فانا طرحت تلتمية وستين قم مرة؟ مرتين فتلع بمية واربعين المية واربعين فإنه ربع بقى أكيد في الربع الثاني عشان أكبر من تسعين وأقل من مية وتمانين يبقى تقع في الربع الثاني تيجي نشوف مثال كمان بيقول إيه في المثال ده اختر الإجابة الصحية أقل قياس موجب للزوية اللي قياسها سالب تلتمية يعني زوية اللي اسمها اللي قياسها سالب تلتمية دي بتكافئ ذوية كتير جدا موجبة أنا عايز أصغر واحد موجب بيكافئها طب اتفقنا احنا قلنا أول ما يبقى عندك قياس بالسالب وعايزه موجب نعمل إيه صحي جدا نجمع عليها تلتمية وإيه وستين طب دلوقتي بداية الحل هقوله السالب تلتمية حجم عليها تلتمية وستين تطلع ستين موجبة أنا لو جمعت تاني عليها تلتمية وستين هيطلع برضو قياس موجب بيكافئها بس ده كبير أقل قياس موجب هو مين؟ الستين يبقى أقل قياس موجب للزاوة لقياسها سالب تلتمية هو كام الستين يبقى الإجابة هي رقم ألف نشوف مثال كمان بيقول لي إيه في المثال ده؟ بيقول أكبر قياس سالب للزاوة التي قياسها مية هو الإجابة سالب ستمية وعشرين ولا سالب مئتين وستين ولا سالب تسعمية وثمانين ولا سالب ألف تلتمية واربعين أنا مش هنختار بالبركة يا شباب إحنا بس عارفين إيه؟ إن أي قياس موجب وعايز تجيب القياس السالب بتاعه أطرح تلتمية وإيه؟ وستين يبقى أنا هقول له كده القياس السالب المية دي أطرح منها تلتمية وستين تطلع سالب مئتين وستين كفاية هو ده يعتبر أكبر قياس بالسالب لأنك لو طرحت تاني تلتمية وستين هيطلع قياس سالب آه بس أصغر منه يبقى ده هو أول قياس قابلني بالسالب يبقى ده كده اسمه أكبر قياس للزولة يبقى أكبر قياس هو سالب مئتين وإيه؟ وستين يبقى الإجابة بتاعتنا هي بيه تعالوا نشوف الملحوظة دي مع بعض بيقول إيه في الملحوظة دي؟ اطق يقول لي الزولة اللي قياسها سفر و 90 و 180 و 270 و 360 دي تقع في أين ربع دي؟ دي لا تقع في أي ربع إن إحنا اتفقنا الربع الأول هو πياس اللي محصور ما بين 0 و 90 يعني ولا سفر ولا تسعين وبرضو نفس الكلام الربع الثاني محصور ما بين التسعين وال180 يعني ولا تسعين ولا ١�٨ في الربع الثاني خلاصة الكلام يا أستاذ الزاوية اللي هي على المحاور اللي هي 0 و90 و180 و270 و360 بسميهم زاوية ربعية زاوية إيه؟ ربعية يعني ما بقولش التسعين تقع فقا ربع لا ولا هو هيجي يسألك التسعين تقع فقا ربع لكن اسم التسعين إيه؟ زاوية ربعية متى يقلك كده الكلام واضح يعني إيه زاوية ربعية وبالملحوظة دي نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا النهاردة خلي بالك حساب المثلثات ده أساس مهم جدا للرياضيات في سنة تانية وفي تالتة وإن شاء الله في الجامعة إن شاء الله نستمتع سوا بحلقات حساب المثلثات وحلقاتنا النهاردة خلصت وقلبكو هشوفكو على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة